أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى مسلمان الحقيقة واحد من المديرين الفنيين اللي بيقدر يدير المباريات الكبيرة والثقرية تحديداً بشكل أو بآخر بيعملها كويس في البلاد كابتن في حاجة كمان عايزة أقولها لحضرك لو جينا نقيم مدرب أو جينا نقيم مدير فني حضراتك بتقيمه بإيه؟ بالنتايجه بالنتايج أنا بقيم بالأرقام وأنا نفس الحكاية الرجل ده قاعد سنوي داخل هو كان من أكتوبر الريفات اللي هو عشرين لحد النهاردة يعني بتكلم على سنة وخمس سهور مثلاً أو داخل على سنة و... تقريباً سنة وخمس سهور كويس حقق فيهم كم بطولة كل البطولات في معدل دوري والسوبر بالظبط لما تيجي تحسب هتلاقي أنه هو عمل نسبة نجاحات فترة بسيطة جداً عالية جداً ما سبقوش حد فيها في التوقيت يعني أنا بكلم على توقيت معين سنة وشوية راجل جايب لك خمس بطولات تقريب من أصل سبعة كويس فدي نسبة كبيرة جداً طبعاً ساعات بتشكك فيه بعض الجماهير بتشكك فيه ولكن مين فينا ما عندوش أخطاء مين جالنا مدير فني أو مين مدير فني في العالم كله ما بيقاش ليه أخطاء ليك أخطاء طبعاً بيتعلم من أخطاء طبعاً وطول ما احنا عايشين بنخطئ وبنتعلم بنخطئ وبنتعلم وكذلك المدير الفني علي احنا بنختلف معاه وساعات بننتقد هنا في قناة النادي الأهل ولكن لما نيجي نقيم لا هو لحد دلوقتي الرجل اللي نجح مظبوط نجح في عمله والفترة الأخيرة كان عليه هجوم شديد جداً 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 بمجرد هجوم بس على النادي الأهل ولكن هو أثبت حتى الآن انه هو مدرب ناجح وزي ما قلت لحضرتك زي ما قلت لحضرتك برضه هو في اللقاءات الصعبة وفي اللقاءات الكبيرة بيجيد فيها تماماً مظبوط ولكن على الجانب الآخر هو يدرب النادي الأهل طبعاً يعني في الآخر طبعاً مدرب كويس وجامد وكل حاجة ولكن تدريب النادي الأهل يعني دايماً بيوديك في حتة تانية طبعاً أكبر تفاهم الكلام أصدي إيه